بالأمس القريب داعي الشيخ محمود الرفاعي تعرض لإهانات وهو راح يخدم كتاب الله عز وجل وأمتها ودستورها في تونس وكانت له أكثر من ست سبع زيارات وكان قبلها يروح أوروبا للأسف الشديد في أوروبا لم يتعرض لأي اعتقال أو تهديد أو مضايقة يروح في دولة تونس ويتعرض لهذه القبضة الأمنية ويحجز لأيام ما ندري عنه ويندور خارجية وزير خارجية على المستوى الشخصي كان جدا متعاون على مستوى الشخصي تواصل يعني يمكن أكثر من 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 عشرين اتصال وتواصل إلى أن خرج سالي من الشيخ محمود الرفاعي نفسه يتكرر في مصر ترحنا مو مع هدر الممتلكات والفوضى لكن يجب على المواطن أن يحترم في تلك الدول شفنا المناظر طلبة عزل ولا قاعد ولا قاعد يقاومون شون يتعاملون بهذه الطريقة ولذلك بيان السفارة بيان موسين وسيء لكن بيان الخارجية صراحة أفضل من السفارة ولذلك يجب أن نرى هذه التكاليف موجودة على أرض الواقع ونتمنى الانتهاء منها